في الأثناء أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدمرال علي شمخاني إن أي تهديد لمصالح إيران سيتبعه رد أحتمي منها ومن محبيها في المنطقة والعالم مشددا على إن الرد سيشمل المعتدي ودعميه ومن معه في المنطقة والعالم مشيرا إلى أن ما وصفه بجدران زجاجية التي أنشئت بدولارات نفطية لم تكن مانعا أمام الرد الإيراني شكرا